نصائح سريعة لطريقة التسجيل أنا كيف أسجل كيف أبدأ التسجيل أولاً اختار مكان هادي مكان هادي ما فيه إسعاج ما فيها أي حركة أو ممكن يكون داخل غرفة داخل مجلس في أي مكان بعيد عن الصجة والضوضان اثنين يكون ممتلئ كيف يكون ممتلئ يكون المكان ممتلئ بالأثاث ممكن إذا وصلت إلى مشكلة أنه والله أنا ما عندي أثاث ممكن أني أجمع مثلاً المخدات أو الوسائد اللي في البيت وأرميها في الأرض أو أعلقها على الجدار بحيث أن يكون عندي غرفة مليئة وتقلل الصدى لأن الصدى يعتبر من أهم المشاكل اللي تواجه صانع المحتوى وكيف يتفادعها إذا كان التسجيل في البداية سيء فسوف بكل تأكيد يكون المنتج سيء فلابد أن يكون التسجيل بجودة عالية حتى نستطيع التعديل فيه بكل سهولة لو كان التسجيل سيء ما نقدر نعدل عليه بكل سهولة ويحتاج إلى وقت كبير حتى نسجله أما بالنسبة لمسافة المايك بالنسبة لمسافة المايك ما يكون بعيد جداً ممكن نستخدم يدينا نحدد أربع أصابع خمس أصابع بين الفم والمايك ويكون بشكل مائل حتى ما يكون عندنا هوا يخرج ويدخل في المايكروفون وكل ما كان المايك قريب كل ما أعطانا صوت واضح وعميق من جوف المتحدث الأمر الرابع وهو التحدث ببطء فدائماً المستمعين للبودكاست تحبون أن يستمعون إلى شخص يتكلم ببطء وليس بسرعة عالية فالتحديث ببطء هو ما يميز البودكاست وإذا كان المستمع للبودكاست يبغى أن يكون الحديث بسرعة لديهم أيضاً خيارات داخل برنامج البودكاست بأنه يسرع الحديث لكن صانع محتوى صانع بودكاست الأفضل التكلم ببطء ونضع خيار التسريع للمستمع هو استطيع تسريع المحتوى بشكل المناسب له بالنسبة للأمر الخامس في كتابة النص كتابة النص بالنسبة لي أنا دائماً أكتب النص لو كان لدي نص باللغة العربية الفصحة وبرنامجي ليس باللغة العربية الفصحة فأحول الكتابة من اللغة العربية الفصحة إلى اللغة العامية وإذا كان لدي كتابة باللغة العامية وبرنامجي باللغة العربية الفصحة أحول الكتابة إلى اللغة العربية الفصحة طبعاً الأفضل بالنسبة لي أنا وأنا أشوفها كتابة النص حتى أن يتفاد أي أخطاء المرتبة الثانية هو أن أكتب أنا النقاط الرئيسية وأتحدث بها إذا كنت أنا ملم بموضوع ما ومتأكد من هذا الموضوع وأخذت وقت كبير لي حتى لميت بهذا الموضوع يكون لدي نقاط رئيسية في ورقة خارجية أو ممكن تكون مكتوبة على الكمبيوتر أو ممكن تكون مكتوبة في ملاحظات الجوال وأنا أشوف النقاط وأبدأ أتكلم فيها هذا أيضاً من الأشياء المفضلة في كتابة النص الارتجال لا بأس بالارتجال لكن الأفضل أن يكون هناك خط تصير عمل واضح حتى يكون وسيلة الجذب المستمعين سهلة الأمر السادس وهو مهم جداً يعلم البودكاست وهو مشهور وانتشر هذا المصطلح في السنوات الأخيرة وهو MVP ماذا نقصد بMVB اللي هو minimum viable podcast الحد الأدنى المقبول لصناعة البودكاست المقبول لصناعت اشتركوا في القناة